السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواتي. قديري اللبس عليكم. شكرا لكم هذا الفيديو. بخير على خير. تكونوا في الصحة والعافية. انتم تشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله. كما طلبتم مني. سنشارك معكم الجياب. ديال البياس اللي كنت خدمت معكم في الفيديو السابق. مهم هذه البياسة اخرى. يعني ماشي هي. في الاخير سنشارك معكم. بشكل نهائي ديالة. هكذا البناتك يجيب. يعني القياس دياله. هنا يا العرضي. يعني هنا فيها تكون الخياطة. سناخد 17 سنتيم. او ل 15. يعني لحسب انتم ما. يعني الجيد اللي غد تخشلين فيها اليد. هذا كننفصله بهذا الشكل هذا. يعني الطول كناخد فيه تقريبا 21 سنتيم. وكندير هديك الغن. يعني هنا يا راجيب واحد. هذا راجيب واحد. يعني رفيه جوج. في جوج جوي. ولكن راجيب واحد. هنا كما قلت لكم ناخد 21 سنتيم. 20 سنتيم. 20 او ل 19. المهم هنا اعطتني 19. كنا ناخده 20 سنتيم. على 17 او ل 16 او ل 15. يعني لحسب انتم ما. شو حال بغيتو في الجيب. يعني المهم في الصراع دياله. كنتجيب هات الشكل هذا. ده بك نجي البياسة. هنا هي الكوميمات. كما كتلاحظوا. ومن المنطق الكمام. هنهبط بالمنطق الكمام. احتل التركيز. هنا يا عندي التركيز. هنشو ما. يعني هنوقف هنا بالخياطة في التركيز. او لتحت الايبط. ومن هنا ما نقطعش لكم تصور. باش تشوفوا الطريقة. هنا. هنشو التركيز ديالنا. او لخياطة ديال الايبط. وغادي ناخد العبار من هنا. بالنسبة للعبار. هنشو فين غايتجيني. فين غايتجيني اليد. يعني في غايتجيني الجيب. المهم غاليبان. الناس كنهبطه ب 15 سنتيم. غاليبا. كنهبطه ب 15 سنتيم. يعني كنه حالات لي ممكن نهبطه بكتر. الا كنت سيدة طويلة طبيعية الحال. فنقدره نهبطه بكتر. مهم هنا. بالنسبة لي اناية او بالنسبة لمولة البيازة ف 15 سنتيم كافية هنا سنبط بالخياطة حتى هذه النقطة 15 سنتيم الأحسن انكم تكرانيوها او لا تعلموها المهم انا يمكنك اتشيحها جغر حتى تبعو خيط اناية هذه الخيط حتى الهناية سنحبس وانتوما الطريقة رمفهومة وسهلة سبعتوا الطريقة اسهل الطريقة هي هذه كما تلاحظوا كنخليو الخياطة عنها حتى الهناية سوف نفتح البياسة بعد شكل هذا ainda المجلوسية ليس بالنسبة لجوياته سوف نخذ حصل عن نفتح البياسة ويعطني وجهه억 هي الوجهو للبياسا ويتعرف وجوه الطريقة نبدأ من الخياطة ونهبط على طول الجيب على طول الجيب هذا الشكل هذا سننخيط بهذه الطريقة ننخيط فقط الجيب ونحبس هذا الشكل هذا وننزل الجهة الثانية دور الجهة الثانية بالنسبه للجهة الثانية ستجلب سريع هذا الشكل هذا الوجه الوجه حيطبها من الخياطة الوجه مع الضوفة هنا من النقطة التي بدأت من الخياطة في الأول الجهة المقابلة يعني نخيطها بنفس الطريقة نبدأ الخياطة جالية من هنا على الطول ديال الجيب هاتشكل هذا طريقة البنت سهلة وكيجيزين يعني منيك تصلح البياسرة ما كيجيش قاعبين كما قلت لكم هادي الوجه على الوجه بهاتشكل هذا سوف نخيط يعني هنا ردير غير الجيهة ديال الجيب والضوفة سوف يبها الطريقة هادي يعني غير كنكمل الخياطة ديالجيب كنحبس هاتشكل هذا هانتو مدنة تباية ولا وعندي جوجوي ماذا سوف نفعل سوف نخرج هذه الجيب سوف نخرجهم سوف نخرجهم بهذا الشكل هذا بطبيعة الحال هنا سوف يكون عندكم العبارة مقادة كل حاجة مقادة يعني ما كيجيش ديالجيب سوف نتقطع الجيب يعني سوف نتخيطه سوف نتقطع الجيب بطبيعة الحال نحاول نخرجه كامل من بعد نتقطع الجيب مهمة اكبر منتج البيازة هاتشوما البنت يعني كنت جييني هاتشوما تفصل الجيب يكون ذلك شيء مضبوط هنا هاتشوما يعني الجيب يسالي هنا هاتشوما الخياطة جيتني على الخياطة بها الطريقة هاته انا ما غدش نبدأ الخياطة من هنا وانما غدا نفوتها ب 1 سنتيم ما غدا نخيط من جيت الجيب وانما نخيط من جيت الضوفة و الضهر احنا نحاول ان نبعد ب 1.5 سنتيم ونخيط نخيط من هنا باش مني كتفين البيازة مكتجيش بين اللعيب اذا خيطت فوق الجيب و هبطته كتجيم عيبة كتجيم كمشة من ثمة هاتشوما غدا نديره نفوت الخياطة جيب 1 سنتيم ونطلع 1 سنتيم ونبدأ الخياط طبيعة الفتحة الجيب كتخلوا الفتحة الكافية احنا قضينا 17 سنتيم وكتبشي لنا سنتيم من الفوق والسنتيم من الجحت هي كتبق لنا 15 سنتيم 15 سنتيم كافية اصلا غير 13 سنتيم احساب الرغبة لكم احساب الفتحة الجيب احساب المونتاج الاسفل البياسة احنا لا يبدأ نشاركه المونتاج احنا بل نشاركه الجيب احنا وطفة من سنريه المونتاج ارجعت الجيب ارجعت الجيب احنا نخيط هنا ونظر بالجيب حتى الان هنا الطريقة سهلة وواضحة بالنسبة للفصلة الجيب ستكون اختياري احنا هيدروا شكل طلي يدرون مربع يدرون نصف دائرة كل واحد ولكن هنا بالنسبة للتوبس خان من الأحسن أنه يكون على القد يعني كتعرفوا أنه في البرد كل مغلق شو يدينه في الجيب و هذا يعني مش ديرينه غير داكور و نرى شي حاجة يعني هذا الجيب رديره أنا كبير يعني مش ديره جيب صغير وغير المهم أنا شاركت معكم الطريقة الخياطة أما الفصالة الأهم هو هذيك المقاس الفتحة للجيب أما الشي الأخر فكي يكون اختياري كما تلاحظوا أني يدرت بالجيب كامل سوف نحبس هنا على الخياطة من دخلش في البياسة نخيط فقط الجيب ديالي سوف نقلب لكم باش تشوفوا الطريقة كيف يشجر شكل دياله هنتم البنات ركي يجين فيني كي يجيز بين بالنسبة للجلاب برا نفس الموديل السابق غير هذو الكتاف عاديين كنت أخدم سمعكم الكتاف طيحين الأخرى مخزانية وهذه عادية المهم هنا يجيب ديالنا بهذا الشكل هذا هنتم كما تلاحظوا يعني مني كتصلح البياسة يعني ما كي يجيش قاعبين كي يبغي هنا يكن وركم غير الخياطة يعني كي يكون العبار هو هذك باش يجيش قاعبين يعني تركيز يجي للتركيز الخياطة ديال الابت يجي على الخياطة ديال الابت باش هكا يجيكم العبار ديال جيب وهذا كنتم كيفاش كي يجيش قاعبين كي يجيش قاعبين كما كتلاحظوا يعني كالي كيف يفضل هاتجيب كالي كيف يفضل الجيب لاخره إن شاء الله سوف نشاركو معكم الجيب العادي ويجيب باسبورة ديال حاطة في القانج وإن شاء الله دا ما نحطه معه نحطه مرة أخرى ضروري هنا كنبي انوريكم الخياطة هانتوما كتجي الخياطة على الخياطة يعني ما كيكون جدي كالاج مشي جيات طالع وجيها هابطة وهنا يا هانتوما كيجي لداخل كتجي الخياطة لداخل هانتوما كيفاش كتجي يعني منك تصلح البياسة فكتموتد البلاسة هذي كيموت توبح مع بعضو صافي وما كيجيش الدفوع ديال الخياطة هذا الجيب الثاني تهو خيطه وانتوما كيفاش كيجي يعني نفس الطريقة نفس مهم نفس الطريقة باش خدمتجي اللي واخدهم تجيب تاني تهو الخياطة دياله كيفاش كتجي يعني الخياطة على الخياطة حاولوا انا ادكاراج ميجيكم مش بشها كتكن الخدمة مزيانة مهم ممكن تمنعنا الطريقة تكون فوما دبعا نخليكم مع الشكل نهائي مهم بالنسبة للشكل نهائي قبل النهائي حيث هنا يا كيمكن سري البياسة كنصورها لكم هانتوما جيب كيفاش كيجي رديجي شاركتو معاكم كيفاش كيجي هانتوما كيجيب هالطريقة هادي مهم ما نبتني شارك معاكم غير كيفاش جيت في اللبسة وكنتمنى انكو ان الفيديو يكون انفهم هنا يا جهة الثانية كما كتلاحظو كيجيب هالطريقة هادي مهم كنتمنى انني منكوش بخلت عليكم بشي حاجة وشكرا لتتابعكم القناة وشكرا لبناتلي دائما كيسان دوني كيش تجعوني شكرا لكم بزا بزا ونتلقوا ان شاء الله فيديو اخر باذن الله اه خليتكم في رعاية الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة